ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله بحضوري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم بقصر القضيبية وفي بداية الجلسة أشهد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بمشاركة صاحب السمو الملكي لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الفاعل في مؤتمر المناخ الذي انعقد مؤخرا في باريس وبحضور أكثر من 150 دولة من جانبه أشهد صاحب السمو الملكي لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتنظيم المميز للمؤتمر من قبل الجمهورية الفرنسية كما أشهد صاحب أسم الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء بإسهامات المرأة البحرينية وذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية إذ جاء الاحتفاء بالمرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي للعام 2015 نظرا لما قامت به المرأة من دور هام على مدى أكثر من خمسين عاما في هذا القطاع الحيوي ويأتي يوم المرأة البحرينية بعد ثماني سنوات على إطلاقه ليكون حدثا وطنيا بارزا على أجندة المناسبات الوطنية التي تحدثل بها مملكة البحرين كل عام وهو فرصة طيبة لتوثيق مسيرة عمل المرأة في البلاد كذلك أهنأ صاحب أسم الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين كما توجه صاحب أسم الملكي رئيس مجلس الوزراء بالشكر لرئيس دولة الإمارات صاحب أسم معش خليفة بن زايد ألن هيان والتي أكد فيها وقوف دولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين صونا لوحدتها ورفضا لأية تدخلات خارجية في شؤونها كما هنأ صاحب أسم الملكي رئيس مجلس الوزراء المقر بحصول مملكة البحرين على جائزة عالمية من الاتحاد الدولي للاتصالات عن أفضل مستوى متطور في مجال مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حازت المملكة على المرتبة الأولى عربيا و27 على المستوى الدولي هذا وقد أشهد مجلس الوزراء بمثاق شرف رؤساء تحرير الصحف المحلية والذي تم تتشينه بمبادرة من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب والمتضمن مجموعة من القيم والمبادئ النابعة من روح الدستور ومثاق العمل الوطني والمتوافقة مع المواثيق الصحفية والإعلامية والحقوقية الدولية بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعمال واتخذ بشأنها ما يلي وفق المجلس على مذكرة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري اطلع المجلس على مذكرة بشأن الآثار التي ستترتب على تنفيذ قانون تحديد سقف الدين العام عند نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتمت حالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق واللجنة الوزارية للشؤون القانونية وافق المجلس على مذكرة بخصوص تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع اللوجستي وتحديدا أنشطة التوصيل والتغليف وتأتي المذكرة انطلاقا من الرغبة في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز لوجستي عالمي مدعوم بموقعها الجغرافي المتميز وتعزيز بنيتها التحتية ذات الجودة العالمية فيما يتعلق بقطاع النقلي والخدمات اللوجستية واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية استعرض المجلس المذكرة بشأن مقترح تغيير الجهة المشرفة على المعاملات الألكترونية من وزارة الصناعة والتجارة إلى هيئة المعلومات والحكومة الألكترونية وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية أخذ المجلس علما حول عدد من الاقتراحات برغبة ذات الصلة بسلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعاد السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير الشؤون العلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب متمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز مجاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد أن الحكومة كسلطة تنفيذية ملتزمة دستوريا بقرارات السلطة التشريعية كما بيّن أنه لا يوجد قرار بشأن الصرف الصحي وإنما توجه يتعلق بالخدمات المقدمة للاستخدامات غير المنزلية ولن تمس الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الجانب إنما سيكون على الشركات والقطاعات التجارية فتح الباب للاستثمارات الأجنبية في عدد من المجالات اللوجستية وقد أوضح سعادة وزير شؤون الإعلام أن تنمية الاقتصاد جزء من برنامج عمل الحكومة بينها القطاع اللوجستي وقطاع السياحة والقطاع الصناعي وغيرها وأن الحكومة اطلعت اليوم على الأثار التي ستترتب على وقف صقف الدين العام عند 60% من الناتج المحلية الإجمالي لكن لم تتخذ قرارا بعد وتمت إحالة مذكرة بهذا الخصوص إلى اللجان الوزارية المختصة مؤكدا أن مثاق شرف الصحف المحلية هي بادرة من رؤساء تحرير الصحف أنفسهم حيث سيكون هناك تواصل دوري لبحث أي ملاحظات حول هذا المثاق هذا وقام سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيارة تلفزيون البحرين تجيلا كاملا لوقائع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة مباشرة ترجمة نانسي قنقر